السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا متابعين الكرام يا رب اكونوا بخير نعرض معنا الجزء رقم اثنين من قص البلايزر الحريمي او الجاكت الحريمي وهنعمل طبعا فيه الكور ريفر او الكور ريفيرا زي ما تسموها الجزء اللي فاتحنا كنا قصين الظهر بالشكل ده كده عملنا عليه البطروني الاساسي وعملنا عليه البنس وعملنا عليه الطول والوسع وكل حاجة وجيره الكم وكل حاجة وطبعا نبسنا بالدابيس زي ما حضراتكم شايفين لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله اول خطوة اعملها انا هسيب 12 سنتي 13 سنتي من فوق كده وهقول لكم في اخر الفيديو دي هنسيبها ليه طبعا مش يعني هو قص البلايزر داهم يا جماعة بيكون على بطرون او لو يتقصها لو ماش بيتقص بطريقة مختلفة عن كده بس احنا انا بنجرب مع بعضينا هو وبنتعلم سوا وده شعرنا كده في القناة يعني عموما احنا بنكمل بعض وبنتعلم كلنا بنتعلم طبعا انا علمت اعملت نسخة تبقي الاصل من البطرون الخلفي او من الجزء الخلفي للامام وهبتدي اشتغل الامام وهعمل نفس البيناس طبعا هشرحينا في الفيديو اللي فات بس في الاول كده انا هنزل بقى اعمل حردة الرقبة انا عندي دوران الرقبة الخلفة او انا طبعا نزلت هنا تسعة بس ممكن تنزله تمانية سبعة ونص سبعة زي ما تعودنا ان احنا بنتعلم بنبسط الامور بنشتغل بطرق سهلة على قد ما نقدر وان ما فيش حاجة مستحيلة يعني بالشكل ده كده هعلم المربع اللي هعمل فيه حلدة دوران الرقبة الامامية هو الجزء ده مهم عشان خاطر الكوريفر اللي هتعمل فيه على فكرة انا اول مرة اعملها بالطريقة ديت واول مرة سمع لقماش كده انا كنت بقص بطرق مختلفة كده انا عملت البنس عملت الجزء الامامي نسخة من الجزء الخالفي طبعا الفيديو اللي فات فيه طريقة عمل البنس يعني هبتدي احط الديابيس بتاعتي عشان انه ماش ما يتحركش مني وال 12 سنت اللي انا سيبها فوق دية ان مفروغ كنت سيبها 13 وهقولك الليه في اخر الفيديو لبست طبعا كل القماش وبعضه وهبتدي اعمل المسافة اللي انا هقص منها البنسة من هنا من ناحية ديت ودخلت طبعا بحردة السدر دايما بتدخل حوالي سنطي ونص عن اللي بضهر ده في الجيرو وهطلع طبعا اثنين سنطي للزراير او لمرد الزراير واعلمه وهاخد خط بالطول عليهم خط طبعا الخط العرضي دوت وهنزل تحتية اثنين سنتي واخد خط جديد الخط الجديد اللي احنا هناخده العرضي دوت هو ده اللي هنعمل منه او هنشتغل عليه يعني طبعا تقدروا تصغره نزول الرقابة او تكبروه على حسب ما انتو عايزين ركزوا في الجزئية اللي جاية ديت اعز اقول لكم انا بعملها اتعلمت منها كتير واستفدت منها كتير جدا هنا كده انا بطلع اربعة سنتي من نقطة الاتقاء الجديدة اللي انا عملتها اللي هي تحت اصباعي ديت في ناس بها بتحب القلبة او الناحية اللي هي بتتقلب بتاع الشاكت تبقى اكتر من اربعة خمسة ستة على حسب الرسمة اللي انتو عايزينها وهنزل بالزرار انا هعمل الزرار كده فوق خط الوسط شوية وفي ناس بتعملوا مع خط الوسط واحط الزرارين يعني انتو برضو حضراتكم اللي بتحددوا مكان الزرار وعايزين النازلة بتاع يقتل الشاكت او القول من حد فين انا كده انا كده معلم اول زرار مكان اول زرار بالشكل ده كده والمسافة بين الزرار الاولاني والتاني على حسب برضو ما حضراتكم عايزين انا هعمله خمستاشر سنتي طبعا الجاكت ده مقاسه طويل بس انا حبيت انه يبقى طويل معايا بحيث ان انا لو حبيت اقسره اقسره ومعنديش مشكلة لكن لو جاء صير ما كناش هنعرف يعني نديله طول والنقطة اللي فوق ديت انا اخش بعدها سنتي كده لجوه وممكن تخش اثنين سنتي على حسب ما الخط يجي معاكم او على حسب انتو عايزين يعني بوصل النقطة اللي انا خدتها بالنقطة اللي انا عملتها مع اول زرار زبط وماشي وابتدي اعلم وخطه بالطول كده بالشكل ده كده الخط ده اللي انا هعمل عليه الكورو من فوق بعد كده هاخد الدوران الخلفي بس من الخط اللي انا علمته يعني اسيب الاثنين سنت اللي انا سيبها لقصة الظهر في الخياطة وهبتدي ايس كده زي ما تطلع معايا هحطها فوق بقيس الدوران الخلفي بالشكل ده وهاخده واروح هنا فوق مع الخط ده كده وقيس المسافة اللي انا استها في الدوران الخلفي ده يا جماعة الكورو من الجزء الخلفي ان شاء الله هنبقى نعمل فيديو تاني هنعمل الكل ده بس بطريقة مختلفة نفس الرسم كده بس هنقفله بشكل مختلف وهنقصه بشكل مختلف فكرة كده جات في دماغي يا رب تنجح وهتنفع يعني علمته وحطيت علامة ميلة كده وهبتدي احط المسطرة واخد خط عرضي على نفس الزاوية نفس زاوية الميل بالشكل ده كده والمفروض ان انا ايس القطع اللي فوق دي 8 سنتي بس الاماش مش يكفي معي لان المفروض قط نزلت 13 او 14 سنتي لتحت فانا هبتدي ارحل الخط الخلفي ده ارحله ايه شوية عشان يديني واسع للتمانية سنتي ارحله سنتي كده اللي انا عاز اقوله من الجزئية ده انا كنت ممكن اقصها في الفيديو بس انا عاز اوصل لحضركم ان الانسان هو بيشتغل بذات في التفصيل احنا مش بنشتغل في الجاهزة تقدروا تعالجوا اي مشكلة تقابلكم انا كده زودت الجزئية بتاع الكل الخلفية وايس ارجع ايس العاشر اللي انا استهب بتاع دوارن الرقب الخلفي مزبوطة وهبتدي ايس الثمانية بس قبل ما ايس الثمانية ادخل سنتي ورا كده وهاخده بكرف نقسم طبعا المسافة دي على اثنين واحطوا نقطة واصل مقطين ببعض دي يا جماعة عشان اللفة اللي بتبقى في الكل من وره من الجزء الخلفي بقى شكلها حلو وهتشوفوها ان شاء الله بعد ما نقفلها اعملها بكرف كده عشان ما تبقاش فيها اي زوايا دي المسافة في التعقول كل ده انا بعمل في الجزية الخلفية يطلع معي هنا سبعة انا ممكن نعملها تمانية انا اعملها عشرة على حسب ما انتو عايزين العرض بتاع الكل انا اعملها تمانية وهنا اعمل الخط اكد عليه لازم الخط يبقى بنفس الميل وهبتدي هشتغل في الجزئية اللي هي ربعة صنط اللي انا خدتها هنزل تحتها صنطي دي اللي اربعة صنط اللي انا استها هي الخطوط كتيرة بس هيوضح معكم الشكل اللي واحنا بنقص وهنزل بميل كده هوصل نقطين بعض تنزل صنطي تنزل صنطي ونص ممكن اتنين صنطي على حسب الشكل شكل الكل اللي انتو عايزينه وهطلع فيها نفس المسافة اللي انا نزلتها تحت وهعلم وهوصل المقطين ببعض الجزئية دي هوريها لك دوقتي بتاعي مشكلة مشكلة هي هي دي جزئية دي الفتحة ديت هي دي جزئية اللي انا بصممها طبعا هنا في الكل ده انا عملها اكبر من الصنطي ونص هوصل النقطين ببعض واحدة واحدة تظهر معاكم الملامح او الشكل النهي بتاعه على فكرة خطوط كتيرة انا حتى وانا بقص طهت منها يعني احاول اجيبه بشكل دائري كده كرفي خفيف كده هو طبعا في ناس بتنزل بالزرار لحتى خط الوسط عشان يبقى تكون الاطول اللي تحت بس انا عود ده في الجزئ اللي فوق ده وبتدى وصل النقطين ببعض اوه يارب بصورة بس تكون واضحة او الخطوط تكون واضحة اهو بدأ الشكل يزره اعمل نفس الكرف اللي انا عملته تحت اعمله فوق كرفي خفيف كده اهو الشكل بقى كده اهو ده كل بتاعي اهو اللي انا باعلم على هي المساحة دي كده طبعا ده في يعني الجزئة دي في البترون الورق بتتقص وبتعمل عليها قطعة تانية بس انا مش هشتغل مش بشتغل على البترون الورق انا بشتغل على الماش مباشرة فمضطر ان انا عملها من الماشي يعني ابتدي اقص كده على الخطوط بتاعتي انا مش هقص بكل الاول انا هزهر الملامح او الشكل بتاع الجزء الامامي هيزهر مع حضراتكو دلوقتي بيهدوق كده اهم حاجة خطوط الدبيس شايفين زهر ازاي ده شكل الجزء الامامي ده شكل الجزء الامامي وهو وده الكولعو هتأكد انه مظبوط لو في اي تعديل ممكن اعدله عادي هالبوا على الجنب الثاني عشان يبقى ظاهر اكتر شايفين خطوط الدبيس مهمة ازاي وده الخطوط اللي احنا كده بنعملها ايه بدأت تظهر وبدأ ايظهر شكل الكل معانا اهو واضحة وده حرد تجيره تماما هي وداخلين سنترونس هو مختلف عن الضهر وده الشكل النهائي بتاع الجزء الامامي وبأكد خطوة الدبيس مهمة جدا انهم تدبسوا القطعة الفبعة وده مكان الزرار بالمناسبة انا اول مرة قص الجاكت بالطريقة دية او هرسمه على القماش يعني احنا بنجرب سوا وبنتعلم سوا خطوة بخطوة هزبط قماشي وبعد كده هبتدي قص الكل اللي انا عايزه فيه ناس بقى بتقصوا دوران بس يعني هو انا هقصوا بالشكل ده همشي مع القطوط بتاعتي والعلامات بتاعتي اهو ده الشكل بتاعه هبتدي اعمل فرط او علامة مكان ما هركب مهمة اول خطوة دية اهو مش هكله بقى واضح اللي تكمل معنا الفيديو هاريت ما تنسوش تكتبونا في التعليقات ولو فيه اي اضافة تكتبوها ويدعمونا بالاشتراك وبتفعيل الجرس وبمشاركة الفيديو وواحدة واحدة ان شاء الله هنكمل مع بعض خطوة بخطوة واستنونا في الفيديو اللي جاي اشتركوا في القناة